يعني النهاردة وإحنا بنشوف هذا الجمال والافتتاح لمدينة جديدة والصورة على طول بتنقلك وبتخليك أنت رايح في سكة تانية أنا عايز أعرف ما هو الفرق بأنه يعني مواطن بيتربى في العشوائيات بيتربى على مكان غير مؤهل لأي شيء أنه يطلع منه مواهب أنه يطلع أنه حتى عيش في حياة كريمة والصورة بقى المختلفة وده بدأ في مصر مش بس في هذه المدينة احنا شفناه في الأصمرات وفي أشياء كثيرة جدا كيف انتقل الناس وانتقلت الحياة كمان شوفي الانفجار السكاني في مصر كان تم التحذير منه في التلاتينات من القارن العشرين كان بنجد إنجاب كتير والمصادر قليلة في هجرة من الريف للمدينة يمكن أول عشوائيات كانت عزبة الصعيدة في القاهرة ثم ابتدت انتشر الظاهرة ديت ابتدى كمان الناس تسكن في مدينة الموتة في المقابر برضك سكن رخيص وصل يمكن حوالي 3 مليون عشرين في مدينة الموتة العشوائيات بقت ظاهرة مقلقة أمنيا اجتماعيا نفسيا سمعة البلد وصورتها في الخارج كان في بعض الأعلمين يروحوا لهذه المناطب ولو قادر مصر فكان فيه اهتمام بالموضوع ده خاصة إن جات ظاهرة أو الموضوع الانفجار السكاني وقالوا لازم نريد توزيع عدد السكان بدلا ما احنا على 8% نصل إلى 20% فكان مهم جدا نبتدي بالمدن كانت ابتدت يمكن مع رئيس سادات ثم بعض رئيس مبارك يمكن خدت زخم في عصر رئيس سيسي بصورة قوية جدا فيهتمام قوي عدد ضخم جدا من المدن بيساعد فيه موضوع عدد التوزيع اشتركوا في القناة